الكتاب المقدس جزئين زي ما حضرتك قلت العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم هو ما كتب قبل مجيء المسيح السيد المسيح عندما جاء الأرض من حوالي 2000 سنة كل ما كتب من قبله هذا يسمى العهد القديم فهو جزئين كبار العهد القديم يحتوي على 39 كتاب صغير أو سفر في داخله والعهد الجديد الذي كتب بعد مجيء المسيح يحتوي على 27 كتاب صغير أو 27 سفر العهد القديم بيحتوي على كتب التوراة اللي هي الكتب اللي كتبها موسى كتاب المزامير اللي هو كتبه أو أغلبه كتبه داود اللي هو بيسمى أحياناً أو عند بعض الناس الزبور وكتب الأنبياء دا العهد القديم العهد الجديد بيشمل على الأنجيل الأربعة وهذه كتب كتبها شهود عيان للمسيح عايشوا معه قدوا معه أيام طويلة وكتبوا ما رأوه لأن كلمة إنجيل معناها البشارة المفرحة والبشارة المفرحة هو شخص المسيح نفسه الله الظاهر في الجسد هي عبارة عن بشائر أربعة من أربع كتاب تمام كأنه بيقولوا لنا وبيقولوا للناس دا اللي إحنا شفناه وده اللي إحنا لمسناه اللي هو سيرة حياة يسوع المسيح تمام من الولادة للصعود تمام بعد كده بيجي سفر الأعمال وهو تسجيل لكرازة تلاميذ المسيح اللي هم بيسموا بعض الناس بيسمهم الحواريين وبعد كده بتيجي الرسائل ودي رسائل كتبها رسل المسيح زي الرسول بولس الرسول بوتروس رسالة يعقوب رسالة يهوذة رسالة رسائل يحنا بعد كده بيجي آخر سفر سفر مميز جدا في الكتاب المقدس وهو سفر الرؤية وهو ده السفر النبوي عن أحداث مستقبلية بعضها هتيجي بعضها حدث بعضها سوف يأتي عبر الزمن لغاية نهاية الزمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر